لو كان عندنا مجموعة البهارات هذه ونريد أن نرتبها الكاري وبعده الزنجبيل وبعده الملح والفلفل والكمون عناصر مختلفة مرتبها لو جيت أنت عدلت وغيرت الكاري مع الزنجبيل صار عندك ترتيب جديد زي ما شفنا في الأمثل السابق لكن لو رتبناها بطريقة دائرية بهذه الطريقة شف هنا الكاري بعد الكمون وبعده الفلفل لو عملنا لها دوران بقي نفس الترتيب يعني ما صار عندي ترتيب جديد نفس الشي لو عملنا لها دوران خطوة أخرى حيبقي نفس الترتيب شف الكاري بعد الكمون بعد الفلفل ما صار عندي ترتيب جديد يعني صار عندي نوعين من التبادئين لو كان الترتيب بهذه الطريقة نسميه تباديل خطية وهذه نسميها تباديل دائرية تباديل الخطية اللي درسناها إلى هذه النقطة والآن هندرس التباديل الدائرية واللي نقدر نجيب عدد التباديل فيها بالقانون مضروب الان على الان واللي هي هتكون مضروب ان ناقص واحد طيب خلينا نشوف هذا المثال هنا يقول لي أوجد الاحتمالات الآتية وبرر إجابتك وأول فقرة إذا رتبت ستة نماذج لعب صغيرة في سوار عشوائيا فمحتمال ظهورها كما في الشكل مجاور يعني بنرتب ستة نماذج لعب صغيرة تعال نشوف عندي ثلاثة شنط مختلفة الألوان وعندي هذا الشكل مختلفة الألوان يعني عندي ستة أشكال مختلفة لما نقول سوار يعني الترتيب حيكون دائري يعني نستخدم التباديل الدائرية طيب أيش السؤال نقول لي احتمال ظهورها كما في الشكل عشان نعرف الاحتمال لازم نعرف فضاء العينة يعني جميع الاحتمالات الممكنة طيب كيف نجيب على هذه الاحتمالات شوفاني عندنا مرتبة بصورة دائرية يصير نستخدم التباديل الدائرية حيصير فراغ العينة أو فضاء العينة هيكون عدد التباديل الدائرية اللي هو هيكون مضروب الان على ان اللي هي مضروب ان ناقص واحد عندنا عدد العناصر ستة يعني مضروب ستة على ستة اللي هي مضروب خمسة واللي تساوي مية وعشرين طيب هذا فضاء العينة بس احنا نبغى احتمال ظهور هذا الشكل لو سمينا هذه الحادثة زد لاحظوا ان الشكل المطلوب هو نفس هذا الشكل لو عملنا له دوران خطوة واحدة هو نفسه هذا هو نفسه هذا بس شوف هنا لا تقول لي انه عدد الحوادث ستة لا في التباديل الدائرية انا اخد تبديل واحد يعني عدد افراد الحادثة هنا واحد طيب يصري احتمال الحادثة زد يعني انه يكون التلتيب حسب الصورة هو واحد على عدد الفضاء العينة اللي حسبناه بمية وعشرين نشوف الفقرة اللي بعدها هنا يقول لي جلس اربع اشخاص في مطعم حول منطدة دائرية الشكل وكان احد المقاعد بجوار النافذة اذا جلس الاشخاص بشكل عشوائي فمحتمال ان يجلس الشخص الذي سيدفع فاتورة الطعام بجوار النافذة يعني عندي اربع اشخاص جلسوا حول الطاولة دائرية افترض انه هذه الطاولة وهذا المقاعد الاول وهذا الثاني هذا الثالث وهذا الرابع يقول لي احد المقاعد كان جوار النافذة وخلني افترض انه هذه النافذة ويقول لي جلسوا بالشكل عشوائي فمحتمال ان يجلس الشخص الذي سيدفع الفاتورة بجوار النافذة احنا لو شفنا المسألة كده ممكن تفكر انه هذه تباديل دائرية لكن الكلام هذا حيكون خطأ هذه حتكون تباديل خطية ليش؟ لانه عندي هنا نقطة ثبتناها يعني لو عملنا دوران حيختلف الترتيب ما حيكون نفسه دعوا منا دوران للمقاعد الشخص اللي حجز بجانب النافذة حيكون مختلف يصر هذه التباديل حتكون خطية يعني لو افترضنا انه هذه التباديل الدائرية دائرة انا حاخذ الدائرة هذه واحولها الى خط يصر عندي اول خانة نبدأها من نقطة الثبات اللي هي النافذة ثاني كرسي حج هنا ثلاث كرسي هنا والرابع هنا صر عندي مسألة تباديل خطية زي اللي حليناها اول بما ان التباديل خطية يصرفضنا العينة حيكون ان تباديل ان اللي هي مضروبة الان يعني مضروبة الاربع وهذا اللي هتساوي اربع وعشرين المطلوب هنا احتمال اللي يدفع الفاتورة يجلس بجانب النافذة يسمي الحادثة هذه ار يعني نبغى احتمال الار طيب الحادثة انه اللي يدفع يجلس هنا يعني عندي احتمال واحد هنا والكرسي اللي بعده عندي ثلاثة خيارات لانه عندي ثلاثة اشخاص باقين بعدها الكرسي اللي بعده عندي احتمالين واخر كرسي احتمال واحد يعني هذه الحادثة افرادها واحد في مضروبة الثلاثة وحنكسمها على فضاء العينة اللي هو اربع وعشرين نفك المضروب حيساوي ستة على اربع وعشرين اللي هي واحد على اربع وهي اشوف لو احنا من البداية قلنا ايش الاحتمال انه واحد من الاربع اشخاص يعني اللي حيدفع الفاتور هيقعد هيختار واحد من هذه الكراسي هتلاقي الاحتمال واحد على أربع بأنه عندي واحد شخص وأربع كراسي يصير احتمال أنه اللي يدفع الفاتور يجيس هنا هيكون واحد على أربع هنا يقول تجمع فريق كرة قدم مكوة من 11 لاعب على شكل حلقة يتشاورون قبل بداية المباراة والمطلوب الأول محتمال أن يقف قلب الهجوم عن يمين حارس المرمى بباشرة إذا تجمع الفريق بشكل عشوائي يعني يقول لي 11 لاعب تجمعوا على شكل حلقة خليني فرض منه هذا التجمع اللي مكون من 11 لاعب يصير يقول محتمال أن يقف قلب الهجوم على يمين الحارس لو فرضنا أن هذا اللاعب هو قلب الهجوم مطلوب احتمال أنه يكون اللاعب اللي جنبه حارس المرمى يعني أنه قلب الهجوم يقف على يمين حارس المرمو نلاحظ أن التباديل هذه دائرية ما عندي نقطة ارتكاز لو دارت هالدائرة الترتيب حيبقى نفسه ما عندي ترتيب جديد يصير فضاء العين هنا هيكون استخدم التباديل الدائرية يعني فضاء العين هيساوي مضروب ال-n على-n اللي هو مضروب n-1 ال-n عندنا ب-11 يصير n-1 ب-10 يعني عدد فضاء العين عدد الاحتمالات الممكنة مضروب العشر طيب أنا أبغى احتمالا يقف قلب الهجوم على يمين الحارس لو سميت الحادث هذه m خلينا نشوف عدد أفراد هذه الحادث يعني أنا أبغى يكون عندي هذا الحارس وهذا قلب الهجوم طيب ايش الاحتمالات هنا راح عندي الحارس راح قلب الهجوم بقى عندي تسع احتمالات الخان اللي بعدها راحكون عندي كم احتمال ثمانية اللي بعدها سبعة بعدها ستة وهكذا الاحتمال الحادثة هيكون عدد أفراد الحادثة اللي هو مضروبة 9 على فضاء العين اللي هو مضروبة 10 مضروبة 9 نفكه 9 في 8 في 7 إلى 1 مضروبة 10 نفكه 10 في 9 إلى 1 نختصر هذه كلها مع هذه بيبقى عندي 1 على 10 وهذا هو الاحتمال في الفقر اللي بعدها يقول لي إذا وقف حكم المباراة تماما خلف أحدهم فما احتمال وقوف الحكم خلف حارس المرمى يعني الـ 11 اللاعب وقفين في دائرة وحكم المباراة وقف خلف أحدهم تماما يعني هنا ما صار التباديل دائرية ليش؟ لأنه عندي نقطة ارتكاز لو حركنا الدائرة حيختلف الترتيب صر هذه حنعاملها معاملة التباديل الخطية صر نجيب فضاء العينة ما هيكون نستخدم التباديل يعني هيكون مضروبة الـ N أو اللي هي N تباديل N الـ N عندنا هنا بـ 11 يصير مضروبة الـ 11 طيب هذا فضاء العينة إيش المطلوب؟ المطلوب احتمال أن يقف الحاكم خلف حارس المرمى يعني احتمال أنه هنا يكون الحارس واقف أمام الحكم خلينا نسمي الحادثة هذه Z صر نبغى نجيب احتمال Z طيب هنا كم عدد أفراد هذه الحادثة؟ يعني هنا إحنا نبغى الحارس يقف أمام الحكم هذه احتمالها واحد طيب وبعد كده كم احتمال عندنا؟ عندنا هنا 10 اللاعبين ممكن يوقفوا هنا وبعدها من 11 اللاعب براحة 2 يبقى عندي 9 احتمالات واللي بعدها 8 وهكذا صر عدد أفراد العينة حيساوي مضروبة الـ 10 وحنكسم على فضاء العينة عشان نجيب الاحتمال يعني حنكسم على مضروبة الـ 11 وهذه حتساوي مضروبة الـ 10 زي ما هي وتحت نفك مضروبة الـ 11 إلى 11 في مضروبة 10 تروح هذه مع هذه ويبقى 1 على 11 صر هذا احتمال أن الحارس يكون واقف أمام الحكم ترجمة نانسي قنقر